يتعلق باللجنة مكلفة بإيجاد حل النظام الأساسي المتعلق برجال التعليم هل هناك اجتماعات خاصة لهذه اللجنة وما هي الأمور التي يمكن أن تناقشها في أفق إيجاد حل هذه المشكلة الذي يعاني منه التلاميذ والأسرة التعليمية شكرا ولن بخصوص الموضوع الأول المتعلق بموضوع الاجتماعات المزمع عقدها مع أسرة الرجال ونساء التعليم أولا هذا الموضوع حضي بمناقشة مستفيدة وبمناقشة عامقة من طرف مختلف أعضاء الحكومة وطبعا سيد رئيس الحكومة حيث تمت مناقشة هذا الموضوع بكل ما يتطلبه من المسؤولية والجدية وأيضا بكل ما يتطلبه من الاهتمام أولا موضوع الحوار الحكومة كانت حريصة دائما ومنذ الأيوم الأول على أن الحوار يجب أن يبقى مفتوحا مع مختلف الهيئات والنقابات التي تمثل رجال ونساء التعليم وسيد رئيس الحكومة في اجتماع الأغلبية الذي انعقد مؤخرا عين لجنة تتكون من السيد الوزير القطاع المعني وأيضا من السيد الوزير المكلف بالميزانية والسيد الوزير المكلف بالشغل الحكومة الآن موجودة واللجنة موجودة وهي مستعدة للجلوس حول هذا الموضوع بسرعة ووقت ما عبر هؤلاء النقابات وكل المهتمين بهذا المجال برغبتهم في ذلك فالحكومة تفتح الأبواب ومستعدة للحوار حالا بدون أي إبطاء حول مختلف القضايا التي تتير تخوفات رجال التعليم طبعا الاجتماع الغاية منه هو تجويد هذا النص تبديد التخوفات وإيجاد أفق مشترك بين الحكومة وبين رجال ونساء التعليم من أجل طبعا حل هذه الإشكاليات المطروحة وضمان عودة التلاميذ إلى أقسامهم فالحكومة مستعدة ومنذ اليوم الأول الذي عين فيه السيد رئيس الحكومة هذه اللجنة للإشتغال بأفق من الاستماع والحوار والإنصاط والتشاور من أجل إقرار نظام أساسي يلبي مختلف طموحات طموحاتنا جميعا في إقرار الجودة التي نطمح لها جميعا حكومة ومختلف رجال ونساء التعليم شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك اشتركوا في القناة